النهاردة كمان عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مؤتمر صحفي في مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية وشهدت حصول أول طبيب على لقاح كورونا كنا بنتابع مع حضرتكم الشهر اللي فات إزاي أول مواطن ياخد لقاح كورونا في بريطانيا أول مواطن أخذ لقاح في الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة مصر كمان أصبح لديها أول مواطن أول طبيب يلقح بلقاح المضاد لكورونا أعلنت وزيرة الصحة في هذا المؤتمر الصحفي أنه خلال أسابيع هيتم توقيع عقود شراكة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا لبدأ إنتاج لقاح كورونا مع توفير 100 مليون جرعة للتطاعمات لمختلف طواقف الشعب لكن بيتم البدء بخط الدفاع الأول للأطقم الطبية في مواجهة كورونا سواء العاملين بالوزارة أو أي مستشفيات حكومية أو تابعة للشرطة أو القوات المسلحة جهود الدولة أن نحمل أطقم الطبية ودي من أولويات الدولة المصرية وإنبارح سيادة الرئيس أعلن عن بدء تطاعم الأطقم الطبية حاب أقول في هذا المجال أن في أولويات في العالم كله وإحنا ماشيين مع العالم في هذه الأولويات هي أول حاجة الخط الدفاع الأول من الأطقم الطبية إحنا طبعا عارفين أن كل الأطقم الطبية بتقابل المرضى لكن في أطقم طبية بتقابل مرضى الكورونا فتقول لهم أولوية سواء كانوا عاملين في وزارة الصحة المصرية أو أي هيئات أو مستشفيات حكومية أو مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات الشرطة كلهم يعني لهم حق أنهم يتلقوا في نفس الوقت هذا اللقاح وده اللي احنا عملناه وإن شاء الله ابتداء من الغد كل مستشفيات مصر الحكومية واللي تابعة للقوات المسلحة والشرطة المصرية هتبدأ تاخد هذه اللقاحات الأولوية الثانية هي الأطقم الطبية اللي بتواجه المرضى العاديين مش مرضى الكوفيد-19 يليهم كبار السن والأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية والفئة الرابعة هي الناس المواطنين من أول سنة 45 سنة من أصحاب الأمراض المزمنة والأولوية الخامسة باقي جميع الشعب طبعا هذه اللقاحات تم تجربتها فوق سنة 18 سنة ولكن في حالة إقرارها لدون سنة 18 سنة أو سيدات الحوامل هتكون برضو من أولويات التلقيح